سؤال من خرج أرض الوطن معنا لله فاطمة من ستراسبورغ من ألمانيا فاطمة تسأل عن حكم الله تعالى الصلاة في السيارة إنسان مسافر الطريق طويل طريق سيار جاء وقت الصلاة ويصلي في السيارة هل هذا أمر جائز أم لا؟ المفروض أن الإنسان إذا سمع النداء وجاء وقت الصلاة كما ذكرنا لابد أن يقول ستوب للحياة بأسرها لما تسمع الله أكبر يعني توقف عن كل حركة هو اذهب للصلاة أولا فنصلي في بيوت الله أو نصلي في مكان عام نقلب على الجماعة ندخل نصلي معهم لكن أحيانا كتكون ظروف إدترارية إنسان مسافر وغادي على عجل وعنده التزامات مضغوط بها فلابد أنه ملقى مكان يصلي فيه هل يجوز في السيارة؟ أي نعم يجوز وكان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته يأخذ الدابة يلو وكيركف فيها ويستقبل القبلة أولا وكيكبر الله أكبر ثم يوجهها حسب مصاري الطريق يخطر لكم سليم في السيارة هو سائق في الأول هو في اتجاه ضد القبلة ما الذي عليه أن يفعل؟ أولا يحرص على أن يستقبل القبلة ويكبر الله أكبر ثم بعدها يطلق العنان لسيارته تسير ولينتبه لأن ممكشن سليه وكيسوق الصائق لابد أن يكون حاضر الذهن وإلا ليتوقف هنيها لدقائق معدودات ما يصلي وهناك صلاة نافلة كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سفرياته كان ينفل على دابته وكيبقى صلاوات كثيرة ومتعددة فلمنع أن نصلي في السيارة ونحن نسير كما نصلي في الطائرة الحجاج حينما يدابون إلى مكة المكرمة أجمل صلاة حينما يدركهم وقت الصلاة وهم فوق السماوات فوق السحب ويأتي وقت الصلاة نصلي في الطائرة ولكن دائما القائد أو الربان يكون منتبه لأن هناك خطر على الركاب زادك الله تعالى نورا وضياءا وإيمانا للا فاطمة وتحية كبيرة لكل جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج نخضو مكالم سؤال مكتوب للأخت للا سعيدة سؤال طويل كتبته كتقول بأنها درت واحد العمل لله واحد السيدة مقربة إليها من العائلة ومن الأحباب درت واحد العمل لله ربتها ومن بعد زوجتها دت لها العرس واتلت فيها على أمل أنها تكون العلاقة ودية لكن لم تدري كيف حصل أن هذه السيدة قابلت هذا الإحسان بالجحود وبنكراني الجميل ثم إنها بغتها رجعت تستمح ما قدرتش فقالت يا ربي عوضني خيرا هذا العمل لتولي الله وتقول بأن ربنا عز وجل عوضها خيرا أن ربي عز وجل أكرمها بعمرة ما كانت حالما بها ما ضلها ما عندها القدرة المالية لها تجتها عمرة هذا فضل من الله تعالى قالت الحمد لله ربي جزاني رغم نكر الجميل ورغم الجحود ربي جزاني بهذه العمرة لكن ما عندك تقول ما زال كلما شعرت باسمها أو ذكر مجرد اسمها أشعر بنار في صدري للا سعيدة الصالحون يقول لك دير العمل أنساه ما قمت به عمل جليل أنك احتضنت يا هذه الفتاة ظروفها صعبة وتلت فيها وكبرتها وزوجتها هانئا لك الله يتقبل منك لكن لا بد أن للصالحين عندهم واحد الآراء حينما نفعل الخير لا نفعله للشخص نفعله لوجه الله وش ربي عز وجل تنكر لك لا حاشا وش ربي عز وجل جاحد جميلك حاشا وكلا إيا أنت درت عمل لتلك الفتاة درت العمل لله ربي عز وجل كافأك بالعمرة وكافأك بالمزيد من الخيرات وما خافي كان أعظم فلهذا الصالحون يقول لك دير الخير ونساه ما تسولش فيه لأنك يقدر يقضي إلى إحباط العمل إحباط العمل إنسان يبقى يقول لك درت فيك الخير وما لقيت فيك خير هذا من تلبيس إبليس الله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا الأمر وقال لنا بأن لك دير الصدقة أو الحسنة ثمك يبقى علاش درتها ودرتها يقدر يوقع في المن ومن ثمك يوقع عليه السلب السلب دير الفضل فما تخليش إبليس للا سعيدة أنه يضحك عليك ويديلك رزقك انتدرت خير كبير وخير عظيم الله يجعل بركة خليها يقول لك طلبنا لهذا هداية ما لقوا واحد الإنسان معنا في العائلة أو في المقربين دينا فباش يدقد معنا ما شغنديره معاه نتشاجر معاه ندعيه المحكمة لا الأمر الهيين دعي لي الله بالهداية الله يهديه الله يرض بنوديه دعي ما أدعو بدي للخير وقد تلقى العجائب للقدرة لله تعالى وقد تلقى واحد من الرجل عندك وقد تقول لك ركي في مقام الوالدة وقد تبص الرسول للدين والرجلين دعي لها بالهداية قل يا ربي نتنفعها بما أعطيت لها ويقدرك مولانا على المزيد من العطاء وراء العطاء كله من عند الله نرعى موسخارين على قدر ما تعطي على قدر ما يعطيك عز وجل بالأضعاف المضاعفة الحسنة بعشر أمتالها إلى سبعمائة حسنة إلى ما لا نهاية هنيئا لك يلا سعيدة وحافظك الله وراءك عندها واحد سؤال كتقول جارتنا في رمضان أفطرت ولم ترد الدين ومر على الوقت سبعة سنوات ماذا يلزمها فقهيا المرأة حينما تفتر في رمضان لماذا تفتر؟ إذا كانت من أصحاب الأعذار الشرعية الأعذار الشرعية أن يكون الإنسان إما مرأة حائض وإما إمرأة حامل وإما إمرأة نفساء أو يكون الإنسان مريض أو يكون مسم أو يطرأ عليه الجنون أو يكون مسافر كل هؤلاء يسمون أصحاب الأعذار الشرعية ربنا عز وجل من باب التسير في الدين أباح لهم جميعا الإفطار في رمضان وقال لنا فعدة من أيام أخر من رحمته الواسعة أطلقها جعلها نكرة فعدة من أيام أخر يعني احتدت صح وحتدت تستوي وديك الساعة قد ترد السيام ديالك العلماء قال لك هذا الإطلاق ليس على عواهمه وإنما مقيد بالسنة المرأة الحائض والمرأة النفساء والمرأة الحاملة السنة يعني قبل ما يجي رمضان المقبل خاصة لابد ذلك المرأة تكون أدت ديون لعليها باش يدخل رمضان الجديد وتكون هي قد صامت شهرها بالكامل ما يبقى ديون عليها إلا من كانت مضطرة اللي عند الشحلة الثرارية مرض عضال أو نزيف أو غير ذلك ففي هذه الحالة قد تتأخر سنة أو سنة لكن إلا كان المدى طويلة والمرأة لا يرجى برؤه هنا ذلك المرأة ما يبقى عندها القضاء وإنما كسبة عليها الفدية لا تصوم وإنما تفدي عن كل يوم تطعم مسكينا أما وهي سليمة وتتكاسل وبقية سبع سنوات هذه خطيئة وخطيئة عظمى لأن رمضان ره فرض من أركان الإسلام ره ركم من أركان الإسلام فسبع سنوات إلى ما كان لعضر ولا مرض وغير من مجرد التهون هذه رمصية كبيرة لأن مفرطة في رقن من أركان الدين عليها أتنتبه وعليها أن تسرع في الصيام الآن أصبح عليها قضاء وفدية جوج قضاء الأيام اللي هي ما صمتهاش خصت أديها احساس بها 15 يوم 20 يوم شهر زائد كل يوم تؤدي عليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم وهذا من بابي التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي في الإسلام ربي عز وجل جعل فيه بزاف دين الأمور اسمها الله تعالى أنها الفدية وعطق الرقابة وغيرها هذه الكفارات هذه الكفارات في الدين عند ارتباط بالشأن الاجتماعي مثل الكفارة للإطعام لمصلحة الفقراء والمسكين وكان عطق رقابة مؤمنة كان أيام زمان كان هناك العبيد وكان ناس عندهم صراع مع قادة الحرية الفرضية فالإسلام الحمد لله تعلم لشرع الكفارات كان غرضه والإصلاح التدريجي للمجتمع باش يبقى المجتمع في الدين وفي التماسك الاجتماعي أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك وهناك كلام كثير أريد أن أشكر أخي يوسف قال واحد كبير بزاف لا أستحقه بتاتاً أخي يوسف أسأل الله الواحد الأحد أن يعلي درجتك إلى مقام سيدنا يوسف عليه السلام ويحفظ لك ابنك ويكر عينك به وينبته الله نبتاً حسن ويجعله من الأخيار والأبرار أيها الأحب الكرام الأسئلة كثيرة والوقت يدركنا الحديث معكم شيق غير أن الوقت ضيق وعقارب ساعة تطاردنا مكالمات كثيرة وأسئلة أسئلة وتعليقات معظمها دعوة الخير والدعوة الخير هي رسل مال رهي الفضل هي الفضل ورسل المال هذا الكلام كله نقوله رأى غير زيد ولكن اللي هو الفضل ورسل المال هو الدعوة للخير كان أحد الصالحين مات كان من الصالحين توفي فرأاه صاحبه في المنام وقف عليه في المنام قال لي يا فلان ارتحلت عنا من الحياة الدنيا إلى الدار الأخيرة كيف وجدت الأمر قال لي ضيعت الوقت الكثير لم أجد إلا رقيعات ركعناها أو دموعا سكبناها أو صدقات تصدقنا بها أو دعوات دعونا بها الله تعالى هم الدنيا غير بقى فيهنا كله الكراسي والمناصيب والهد القضايا اللي في المحاكيم والمؤساء كل شيء غير بقى هنا اللي لغندي معنا هي الأعمال الصالحة هي الفضل ورسل المال هي ركعات سجدات صدقات دريهمات سكبت دموعا ودعوات إلى الله فتعالوا بنا دعو الله سبحانه وتعالى اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات نسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة لعلها تكون ساعة إجابة اللهم كل من عنده حاجة في قلبه وضميره أنت أعلم بها اللهم عجل لنا جميعا بالفرج اللهم عجل لنا جميعا بالفرج يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واقضي الدين عن المدينين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود اللهم أسعد والدنا وأسعد زوجتنا وأصلح أبناءنا اللهم اجعلنا جميعا مرضيين مباركين أينما حللتها وارتحلنا وارزقنا يا مولانا رزقا حسنة يا رب كل فقير وكل ضعيف اللهم اغنه بفضلك وقوه بقوتك يا دا الجلال والإكرام ارزقنا جميعا رزقا حسنة رزقا حلالة اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم لا تجعل يدخل إلى بطوننا وإلى بطون أولادنا وأهلنا قرش الحرام لا تجعل في بطوننا وأجسادنا إلا لقمة حلالا طيبة مباركة يا رحمن كما جمعتنا على أثير هذه الإذاعة المباركة اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفات وفي منا وفي مزدلفات واجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا اللهم اختم لنا بالحسن اختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة